أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة وذلك خلال 24 ساعة وذكرت السلطات الصحية أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وبهذا ارتفعت خصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 473 شهيدا و68 146 إصابة وذلك حتى اليوم 130 من العدوان اشتركوا في القناة